محمد الشناوي قالوا انه خلاص بقى جاهز شوية انه يقدر يلعب المواجهة دي تفتكن ليه مارس الكولر يستبعده تماما من هزي مارس الكولر دائما قولنا عالشه قبل قبل ما تكلم يعني واحد تاني مدرب تاني يقولك ايه ده لو بنص رجلة هنحلعبه يعني فيه مدربين يقولك كده يقولك ده الحاجز بتاعه اللي عنده خبرات هلعبه بما انه بقى جاهز شوية مش جاهز مية في المية ليه مارس الكولر محطش محمد الشناوي في القائمة خلاص مارس الكولر مدرب محترف براجماتي عملي جدا يعني لغة الارقام والقياسات احنا في كل مباراة بنتسئل فيها على مارس الكولر وعملية التدوير والراجل بيعمل الكلام ده ليه وبيشتغل ازاي اقولك الراجل بيعمل قياسات الراجل عنده ارقام لها علاقة القوة الانفكارية بتاعت اللعيبة السرعة بتاعت اللعيبة قوة العضلات الريباوند بتاع الاصابات او العودة للاصابات درجة التعرض لها ايه تعال اوريك جهاز الجي بي اس اللي بيشتغل ده هو جهاز ده بيعمل ايه وهل الاهلي بيشتغل بالجهاز ده ولا ما بيشتغلش بالجهاز ده الجهاز ده موجود في العالم من 2016-2017 وموجود في النادي الاهلي من فتر الراجل بيشتغل به في التدريبات لكن ظهر في لقطة بوضوح جهاز الجي بي اس اللي بتلبس في الفيست اللي اللي عيبها بتلبسه بيتركب جهاز صغير بيتركب في الظهر بتاع الفيست ويمكن اللقطة اللي معانا على الشاشة دلوقتي بتاعت لو ناس تركز على الظهر فوق الرقبة بتاع الكهرباء على طول هلاقي في نتوء أو بروز فوق الرقم بتاع محمود عبد المنعم الكهرباء وظهر في أكتر من لعب بسنا يعني عملنا فوكسينج على كهرباء طب إيه الجهاز ده إيه وظيفته بيعمل إيه؟ الفيست اللي بيلبسوا اللعيبة فيها جهاز الجهاز ده بيطلع مجموعة من الإشارات لها علاقة بسرعات اللعيب عدد المرات اللعب يعمل فيها ترنات عدد المرات اللعب يتحرك فيها القوة بتاعت العضلات والسرعة والريتينشن بتاع العضل يقدر يستحمل قد إيه اللعيب الكبستي ونسبة تعرضه للإصابة بقد إيه الجهاز ده هو اللي بيتحكم بشكل كبير جدا 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 فيه قرارات مارس الكولر اللي مالاش علاقة بالجزء الفني لها علاقة بالمردود البدني في المقام الأول اثنين الجزء الفني الرقمي فيما يتعلق بعدد الكيلومترات اللي بيجريها للعيب المعدل البدني بتاع اللعيب العيب يقدر يلعب قد إيه نكمل ونعرض فيديو صغير ثواني قليلة جدا بتقولك الجهاز ده بيطلع إنسايتس عاملة إزاي أو الجهاز ده بيشتغل إزاي دي اللقطة طبعا اللي كانت من المباراة اللي احنا أعرضنا إنه ده الجهاز ده بيبقى بتركب عند كل اللعيبة كده كريم بالشكل ده بيطلع مجموعة من الإنسايتس والأرقام اللي بتطلع لك الديتالي الديتالي بتطلع بشكل آني سواء في التمرين أو سواء في المباراة مربوطة على الجهاز بتاع محل الأداء ياسين المكاري بتاع النادي الأهلي اللي على أساسه اللعيب سواء بيعمل الاختبارات أو القياسات البدنية في التمرين أو القياسات الفنية في التمرين أو الشغل اللي بيعملوا في التمرين أو في المباراة بيدي ريبرت آني لحظي ليه مرسيل كولر؟ يقول والله اللعيب ده يقدر يلعب اللعيب ده ما يقدرش يلعب اللعيب ده جاهز طبيا آه لكن المرضود بتاع عضلاته يبقى معرض وأكثر عرضة للإصابة لو لعب رغم أنه لما عمل الأشعة طلع سليم تماما محمد الشنوي فهنا ده اللي الراجل بيتحرك بي الراجل مش مدرب عاطفي الراجل مش مدرب بيتحكم في الهوى إنه عايز ما يبقاش خايف فيحط محمد الشنوي الحارس اللي عنده خبرات أكتر الراجل براكماتي جدا الراجل بيعتمد على الأرقام بشكل كبير بيعتمد على القياسات بشكل كبير ودي مش الحالة الأولى لكنها الحالة الأبرز في التوقيت الحالي حشان كنا اتكلمنا على الجهاز اللي اللعبية بتركبه ده بيعمل ايه؟ صحيح فراجل واخد الانبوت من ياسين الميكاري من دكتور أحمد أبو عبلى وفي الآخر الراجل خد القرار إن محمد الشنوي يكون خارج المباراة رغم تأكيد تاني أنا بقول لك هو مليون في المية محمد الشنوي سليم طبيا لكن على صعيد القياسات البدانية الراجل شاف إنه رايحه قبل مباراة شاف مصطفى الشبير ولا علي لطفي للعاب المباراة دي؟ من ناحية الجهازات الطبية والبدانية مصطفى الشبير طبعا لأن علي عمل تمرينة واحدة علي برضو سليم طبيا لكن قياساته البدانية كانت جيدة وده الفرق ما بين حالة علي لطفي وحالة الشنوي الاتنين تعافوا طبيا بالكامل لكن من الناحية البدانية ومن ناحية القياسات ونسبة العودة للإصابة أو التعرض للإصابة عند علي أقل بكتير من محمد الشنوي فعشان كده علي موجود لو بنتكلم من ناحية الجهازية البدانية واللعاب اللي الرجل في الملعب ومش يبقى متخوف إنه الإصابة ترجع له تاني طبعا هروح لمصطفى الشبير طبعا خبرات علي أكتر طبعا علي بالمناسبة ناس كتير بتبقى متخوفة من علي لكن علي كل المواعيد اللي كان فيها علي لطفي مباراة الزمالك مباراة بيرامدز مباراة الترجي في مباراة القياب في القاهرة كلها مباراة ظهر فيها بشكل ممتاز مصطفى الشبير في المباراة الأخيرة في الدوري ظهر بشكل فني ممتاز فأنا مش متخوف أبدا لكن أنا هروح لمصطفى شبير على صعيد الجهازية لكن لو الاتنين للراجل شايف إن الجهازية البدانية بالنسبة له متساوية هروح له علي لطفي عظيم جدا